شهيوة دايزة الكلام حذريها وعينيكم وغمضين كجيبنين اقتصادية واهم حاجة انها صحية بقمعي تشوف المكونات بشوف المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتئة فعلى بركتي الله هنا ياخذت واحد الغشواخ غدي ندير فيها واحد جوج حبات ديال ماتاشا واحد الحبة صغيرة ديال البصلات لسا ديال فصوص كبارين ديال التومة واحد فليفلا واحد حبة ديال فليفلا حمراء ممكن ايضا انكم تديروا تحبة الفليف الاخضراء اختير كيبقى لكم فهذا اللاصص هادي كجيزوينة بسرعة كتوجد اهم حاجة انها صحية خصوصا اللي كيجي هكا الطبقة ديالكم كله مضغمر كتطلق لكم واحد تضغميرة واحد تعليقة في الطبقة ديالكم او لفطاجين ديالكم تصوبوا هكا كتطيب في الفران او لفطاجين اختير كيبقى لكم بعد ما طحنته مزيان دفت القصبور مطحون إذا كان عندكم خصبور طرين فوا طحنوهم معهم شوية ديال بزار سكينجبير الكامون والبابريكا أو لا التحميرا او لفليفلا الحلوه متحونه ايضا ممكين انا كم تضيفوا الهريسة إذا كنتون من المحبي ديال الهريسة اهنا غادين خلط كل شي مزيان مع واحد شوية ديال الماء تقريبا واحد ربع كاز ديال الماء باش قانتلق داك الخاليط ديال مزيان اهنا يجبت لاتالي كدخل فران درسيها واحد البصلة كبيرة مش للضاء شوية ديال الزيت و شوية ديال ملحة و شوية ديال البزار بالنسبة الملحة و البزار كسبخاء حسب الدوقة ديالكم فقط غير باش كتجينا هكا البصلة ديالنا ملتح سكتجينا ملحة حسران الملحة و الباقي ديال الاطريارة نادرناهم مع الخارط اللولي غادي نجيب واحد الحبة كبيرة ديال الخيز و غادي نقطعها و بالنسبة للخضرة بدعو فيها كما بغيتو لكم الاختيار على حسب انتو ما و افرد العائلة ديالكم شنو كاتبغيو انا هنا يدر سخيزو غادي ندير واحد الحبة كبيرة ديال البطاطا الحلوة وبطاطا الحلوة بحلها تطويج نسادو كيجيو بنانين كما اخوط لكم ممكن هكا تصوبها في اللاتة ديال الفران اللي كتدخل الفران او لفتاجين الاختيار كيبخاليكم بعد ما قدرت بطاطا الحلوة غادي ندير كمية هكا ديال البطاطا العادية من البعد عندي هنا يا فليفلاء الخضراء شوية تقدروا تديروها هكا كطرية انا هنا كنت كتصفر عندي مشوية فادرتها مشوية و من البعد غادي نزيد شوية ديال البطاطا العادية غادي نغطي بها الفليفلاء اللي عندي فادلات نقرأ انا رديت الفران كيسخن على ميتين دراجات شعلت عليه من الفوق ومن التحت هنا يا جبت كمية ديال الحوت والحوت كتديروه على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب النوع اللي كان عندكم انا هنا كان عندي هاد النوع هادا فقطعتو طريفات صغير هنا يا هادا اسميتو سيبيا قطعتو طريفات صغيرين وصوبتم يعني ما كيكون جغاح فيه الشوك كتكون غير لهبراء انتو ما على حسب الرغبة ديالكم مالبعد غادي نزع ذاك الكيمية كاملة ديال اللاصوس اللي حضرناها من القبل غادي ننزعها مزيان على الطبق اللي درس كامل كنحاول ان ندخل شوية شرمو لأطل داخل غادي نضيف شوية ديال زيتون الخضر ورقة ديال سيدنا موسا نغطيها بابير كويسون تقدرو ايضا تديروا تبابير اليومينيوم فوق بابير كويسون غادي ندخل هات طيب من الفوق ومن تحت اعلى ميتين دراجة وهنايا كيكون هدا هو شكل ديال النهائي بعد ما خرجتها ملفران شوفوا معيك لش كتجي مضغمرة كل معلكة واهم حاجة كتجي بنينا ضروري انكم تجربوها واهم حاجة فاش تخرجوها ملفران ديروا فوق منا واحد الخويت صغير ديال زيت زيتون ضربوها وخلي بليف تعليقات كيف اجدتكم خليتكم على خير والى وصفة اخرى ان شاء الله